بعد انتظار دام لسنوات فتح أخيرا المراكب الرياضي والثقافي والترفيه بالمنار أبوابه أمام تلاميذ المعاهد والمدارس العددية المحيطة به لممارسة الرياضة فضاء وجد فيه أسديدة التربية البدنية بمحدي الفتح والمنار ظلتهم أهم جدا خاطر في ظل غياب الناشاة في السنوات القليلة اللي فاتت وجوده بشي يحل برشا مشاكل للصغيرات بشي يرجعوا يتمتعوا بساعة الرياضة والنسي كل تعرف اللي أهم ساعة بالنسبة للتلميذي ساعة الرياضة فرحانين برش خاطر ولا عنا مركز متاع رياضة وماكنش عن نقبل تو ولا عنا فرحانين برش خاطر نلعبوا نحبوا نمارسوا برشا رياضات مركب الشبابي فرحانين برشا ونحبوا نشارك فينا ويدي ثقافية واجتماعية مثل المصرح السينما برشا حاجات يضيف لي حاجات إيجابية بيانسور يضيف لي مثلا الميرس فيه ويدي مسرح موسيقى أي حكاية هي خطوة أولى لإشاعي هذا المركب الشبابي على محيطه الخارجية ورغم أهمية هذا المشروع إلا أن فضاءه الداخلي ما يزال مغلقا بمختلف لواديه الثقافية لعدم تعيين طاقم إدارية ومديرنا للمركب المركب الشبابي الحمد لله سعى أنه انطلق في تأمين حساس الرياضة لمؤسسات المحيطة التربوية المحيطة أدادية الفتح والمنار وهذا المنموم للنجم نبدو به على الأقل كمندوبية التربية والنقص هو أنه يكون ثم مدير بكامل الصلاحيات في الإنجاز الإداري والإنجاز المالي وهذا نحن تقول المعطل الوحيد هو أن ننتظره وديوان الخدمات المدرسية وعدة أنه في القريب العاجل سيكون هناك مدير المركب الرياضي والترفيه وانتهت أشغال هذا المشروع الشبابي النموذجي من سنة سبعاشة وألفين بتكلفة جملية تتجاوز المليوني دينار في جزئه الأول في انتظار إتمام جزئه الثانية والمتمثل في مسبح مغطن وقاعة للجمناستيك